مرحبا يا رجل، كيف تكون؟ اليوم مرجعت لكم في الفيديو جديد من قناتي إسراء غيمر اليوم نحن بلعبة بكاكستي واليوم يا جماعة راح راح مرجعكم يا جماعة السيارة الجديدة اللي نزلت بلعبة بكاكستي بتحديث الجديد تحديث الجزء التالي من تحديث عيد الفالنتين يا جماعة دايما يعني I struggled to say لأنه تحديث 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 يعني تحديث الجزء التالي من تحديث عيد الحب أو عيد الفالنتين المهم قبل ما نبدأ هذا الفيديو اشتركوا بالقناة لو لسه ما نكون مشتركين بالقناة بعد كمان اضغطوا على زر لايك وبس هلا خلنا نبدأ كمان فعلوا زر إشعارات عشان يوصلكم أي فيديو جديد عم انزله وتكونوا من أول المشاهدين اوكي فهلا يا جماعة خلص خلينا نبدأ طبعا جماعة السيارة الجديدة حيوان تبع بديوا ياكل فرحطي ياكل لانه بدي قايز أكبر الحيوان اما ما عطيته ياكل انا رح اروح هلا هون اما منخليه ياكل لما يخلص فطبعا زي ما بتعرفوا السيارة الجديدة هون نزلت ومنقدر طبعا قايز نستأجرها باي وقت بدنا استنوا أكبر الحيوان كتير كيوز امهم طبعا هون يا جماعة منقدر نستأجرها بس انا ما بقدر استأجرها عشان حصلت على السيارة رح اقلكن انتو كمان كيف تحصلوا عليها ولكن تبعوا الفيديو معي الاخر وليكوا يا جماعة هون طبعا السيارة بس محطوطة ما بتقدر استأجرها هون بس محطوطة فا كثير قايز حلوة مدري ايش امام حلوة فيها عفكر ست مقاعد يا جماعة زائد السائق يعني سبع اليك واحد اتنين بدن ثلاثة اربعة خمسة ستة لا سبع لانه هون اتنين وهون ثلاثة اتنين زائد ثلاثة خمسة زائد ستة زائد سبع الي هون قدام اتنين وهون رقم خمسة صح نعم فايب يا جماعة وهلا يا جماعة طبعا السيارة كانت هون نزلت بالجزء الاول تبع التحديث وقلت لكم ان اتنين رح يعملوا الجزء ثاني ورح ينزلوا السيارة ورح تكون يعني بتجنن وكذا وطلع يا جماعة كل اللي قلت لكم صح لان السيارة نزلت بالجزء الثاني تبع التحديث وطلعت حلوة وكثير بتجنن بس كنت يا جماعة قلت لكم انها تكون رخيصة بس ما طلعت رخيصة بس ما تخافوا انا رح لكم كيف تحصلوا عليها طبعا السيارة انا حصلت عليها فخلينا يا جماعة نجربها او ماي جود لكم هذي او ماي جود طلع جماعة كثير حلوة كثير بتجنن رح اشيل الحيوان ما رح اشيله يعني بأيدي لا رح اشيله خلاص باي باي رح ازوله ازوله مدري امهم اعمل له ازالة الغاء دليت امهم فلكوا جماعة سيارتي عفكر النوع تبع هالسيارة هي ليموزين اوكي فعلا لو بتعرفوا جايز النوع تبع السيارة تبع ليموزين هي سيارة كثير بتجنن معروفة وغالية يعني كل ناس بتحلم تشتري ليموزين بس انا السراحة بتعرفوا ايش سيارة احلامي هي مرسيديس بنز كبيرة كأنها عشكل ترك بس هي منها ترك انه شكل تبع شاحنة صغيرة بس هي منها شاحنة يعني بس كذا مرسيديس بنز بتكون من داخل كثير كبيرة باللون الزهري هاي سيارة احلامي بس في كيكستي عندها ليموزين ليش نزلوا ليموزين لانه طبعا تحديد تبعي الحب هذا انه عنده علاقة كذا بالزفاف وحفلة عرس حفل زفاف وعرس وكذا ويجمع هاي السيارة هاي كأنها مخصصة بالعروس والعريس انه بيجلسوا فيها او كمان بيجلسوا فيها الحضور تبع العرس عشان ما بيكون كذا عرس كبير وفخم وكذا بيعملوا يا جماعة كاميرات برا المكان اللي فيه العرس عشان كل ما يوصل حدا للعرس بيصوروه بياخذو له صور هو نازل من السيارة وكذا فالناس يعني بتجي بسيارات كبيرة وجميلة وفي ناس يعني بتكري سيارات بس عشان انها تجي للعرس بسيارة حلوة فعن نفس الشي هلا هون باللعبة وعن سيارة بس للعرس يعني سيارة خاصة بس لهذا الزفاف ليكوا فيه قلب فيه هون قلب كمان ليكوا فيه الضوء وليكوا فيه كثير مقاعد عشان يجلسوا فيه كل الحضور تبع العرس مو لكل يعني اكيد بحيكوا فيها اكثر بس المهم وكمان ليكوا الصوت اللي بيعملوا سمعتو يا جماعة مدري هالدول الثاني كمان بيعملوا هاد الشي بس لما طبعا بتكونوا كذا بعرس وخلاص بيطلعوا من العرس بيعملوا زي هيك بيصيروا يضغطوا على هذا المكان كثير بيب 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 يعني كثير 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 مرات يب طبعا بيعملوها سيارات كثير بطريق هون للعرس او هن طرعين من العرس مدري اكتبوا لي بتعليقات هل انتو بتعملوها ولا لا ان لما بيكون عرس بالواقع يعني السيارات بيكونوا كثير سيارات سيارة ورا سيارة وبيكونوا رايحين على مكان تبع العرس وبيصوروا يعملوا زي كده بيبي بيبي بيب ايه مم فهي اجمع السيارة الجديدة هلا بدي ناس يركبوا فيها فاش راح اعمل راح افتح العالم و راح اعمل نفسي انلاين و راح استنى عشان يجوا الناس و بس راح ركبهم مايب سيارتي بسرعة تعالوا او مي جاد لاث كيف حيمتال او بسرعة شوفوا شوفوا بسرعة شوفوا قايد شوفوا او مي جاد مهم حسنا لكم اللعب سوف تبدأ على البس يلا عادل مهم هلا يجمع انا اونلاين فرح انتظر عشان يجو الناس السيارة سريح بتجنن فهلا عبن ما يجو الناس رح احكي لكم كيف تحصوا على السيارة اركبوا اركبوا يلا هوا لكم ركبت جنبي بنت الكل يركب شايفين جايز السيارة احتمتل اليوم اليوم يا بنت اركبي 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 و الله ouais احنا نخطفك ليش احلف انا تويب خلي نركب اناس اكثر ايش هات الصوت بانا امام اوه فيه هناك شخص بنت اركبت بنت اي اه بدي اقولكم كيف تحصوا عارب السيارة فـ يجمع الحب الطريقة كيف تحصلوا عليها رح امركن عليها سحب ولما امركن سحب اكيد رح تحصلوا عليها بالمجان لانه السحب هذا الحامل رح يكون كثير قريبا اوماي جود ليكوا السيارة حتمتلق ظايل بس مقعد واحد مقعد واحد ياي متلق ياي ليكوا كيف صار مليان ناس حخبي الاسماء وليكوا هلا شو رحامل اوماي جود خبيت الاسماء رحاملها نفسي اوفلاين عشان ما يجتمعوا ناس اكثر وليكوا هلا صارت السيارة مليانة من نزل من السيارة في حدا نزل ولا لا في حدا نزل ايو والله في حدا نزل طيب نحن اعطي فرصة عشان شخص تاني يركب حدا يركب معانا بسرعة 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 اركبي ياي خلاص باي باي المهم فهلا يا جماعة كيف تحصلوا عليها اشتركوا بقناتي لانه لو وصلنا لميتين وعشرة آلاف مشترك قبل نهاية هذا التحديد بعيد الحب رح امركم سحب على السيارة ورح افوز كثير ناس اللي مشتركين بقناتي والناس اللي بيتبعونا فيديوهاتي بيحطوا لايكات امهم يعني بس الناس المتابعي والمتابعين الاوفياء يعني اللي بيشاهدوا فيديوهاتي للاخر بيكتبوا لي تعليقات كثير تعليقات حلوه متل هم بيحطوا لي لايكات المهم رح اختار كذا 10 ناس تقريبا او اكثر او اقل معني متأكدة حسب حسب التفاعل وبعدين رح اعطيكم رح امركم فيديو انا اعطيكم كود تبع السيارة او رح ابعد سيارة رح اتواصل مع الاشخاص يعني بالخاص وعطيهم او لكم هل بنت عصبت بتقولي وقفي اصفي والله احامل كذا قلب المهم ف ورح اعطيكم السيارة هاي بالمجان كثير مرات عملتها انو بعملكم سحبها اغراض وبعطيكم اياها بالمجان فايب المهم قايز بس هيك رح نخلص الفيديو السيارة سراحة كثير بتجنن كثير ناس زعلانة بس كمان كثير ناس فرحان المهم رح نروح لقع بيتي ونحتفل لانو عندي ببيت حاطة كذا ديكورات 7 عرص المهم صحي رح نخلص الفيديو بحبكم كثير باي